الأصحاح الثالث عشر وخرج يسوع من الدار في ذلك اليوم وجلس بجانب البحر فازدحم عليه جمع كبير حتى إنه صعد إلى قارب وجلس فيه والجمع كله على الشاطئ فكلمهم بأمثال على أمور كثيرة قال خرج الزارع ليزرع وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فجاءت الطيور وأكلته ووقع بعضه على أرض صخرية قليلة التراب فنبت في الحال لأن ترابه كان بلا عمق فلما أشرقت الشمس احترق وكان بلا جذور فيبس ووقع بعضه على الشوك فطلع الشوك وخنقاه ومنهما وقع على أرض طيبة فأعطى بعضه مئة وبعضه ستين وبعضه ثلاثين من كان له أذنان فليسمع فدنى منه تلاميذه وقالوا له لماذا تخطبهم بالأمثال فأجابهم أنتم أعطيتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات وأما هم فما أعطوا لأن من كان له شيء يزاد فيفيد ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له وأنا أخاطبهم بالأمثال لأنهم ينظرون فلا يبصرون ويصغون فلا يسمعون ولا يفهمون ففيهم تتم نبوءة إشعيا مهما سمعتم لا تفهمون ومهما نظرتم لا تبصرون لأن هذا الشعب تحجر قلبه فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لأن لا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم وأما أنتم فهنيئا لكم لأن عيونكم تبصر وآذانكم تسمع الحق أقول لكم كثير من الأنبياء والأبرار تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا فاسمعوا أنتم مغزى مثل الزارع من يسمع كلام الملكوت ولا يفهمه فهو المزروع في جانب الطريق فيجيء الشرير وينتزع ما هو مزروع في قلبه ومن يسمع كلام الملكوت ويتقبله في الحال فرحاً فهو المزروع في أرض صخرية لا جذور له في نفسه فيكون إلى حين فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلام الملكوت ارتد عنه في الحال ومن يسمع كلام الملكوت ولا يعطي ثمراً فهو المزروع في الشوك له من هموم هذه الدنيا ومحبة الغنى ما يخنق الثمر فيه وأما من يسمع كلام الملكوت ويفهمه فهو المزروع في الأرض الطيبة فيثمر ويعطي بعضه مئة وبعضه ستين وبعضه ثلاثين وقدم لهم يسوع مثلاً آخر قال يشبه ملكوت السماوات رجلاً زرع زرعاً جيداً في حقله وبينما الناس نيام جاء عدوه وزرع بين القمح زؤاناً ومضى فلما طلع النبات وأخرج سنبله ظهر الزؤان معه فجاء خدم صاحب الحقل وقال له يا سيد أنت زرعت زرعاً جيداً في حقلك فمن أين جاءه الزؤان فأجابهم عدو فعل هذا فقال له أتريد أن نذهب لنجمع الزؤان فأجاب لا لألا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان فاتركوا القمح ينمو مع الزؤان إلى يوم الحصاد فأقول للحصادين اجمعوا الزؤان أولاً واحزموه حزماً ليحرق وأما القمح فاجمعوه إلى مخزني وقدم لهم مثلاً آخر قال يشبه ملاكوت السماوات حبة من خردل أخذها رجل وزرعها في حقله هي أصغر الحبوب كلها ولكنها إذا نمت كانت أكبر البقول بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تجيء وتعشش في أغصانها وقال لهم هذا المثل يشبه ملاكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في ثلاثة أكيال من الدقيق حتى اختمر العجين كله هذا كله قاله يسوع للجموع بالأمثال وكان لا يخاطبهم إلا بأمثال فتم ما قال النبي بالأمثال أنطق فأعلن ما كان خفياً منذ إنشاء العالم وترك يسوع الجموع ودخل إلى البيت فجاء إليه تلاميذه وقال له فسر لنا مثل زؤان الحقل فأجابهم الذي زرع زرعاً جيداً هو ابن الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هو أبناء الملكوت والزؤان هو أبناء الشرير والعدو الذي زرع الزؤان هو إبليس والحصاد هو نهاية العالم والحصادون هم الملائكة وكما يجمع الزارع الزؤان ويحرقه في النار فكذلك يكون في نهاية العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملاكوته كل المفسدين والأشرار ويرمونهم في آتون النار فهناك البكاء وصريف الأسنان وأما الأبرار فيشرقونك الشمس في ملاكوت أبيهم من كان له أذنان فليسمع ويشبه ملاكوت السماوات كنزاً متفوناً في حقل وجده رجل فخبأه ومن فرحه مضى فباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل ويشبه ملاكوت السماوات تاجراً كان يبحث عن لؤلؤ ثمين فلما وجد لؤلؤة ثمينة مضى وباع كل ما يملك واشتراها ويشبه ملاكوت السماوات شبكةً ألقاها الصيدون في البحر فجمعت سمكاً من كل نوع فلما امتلأت أخرجها الصيدون إلى الشاطئ فوضعوا السمك الجيد في سلالهم ورموا الرديء وهكذا يكون في نهاية العالم يجيء الملائكة وينطقون الأشرار من بين الصالحين ويرمونهم في أتون النار فهناك البكاء وصريف الأسنان وسأل يسوع تلميذه أفهمتم هذا كله؟ فأجابوه نعم فقال لهم إذن كل من صار من معلمي الشريعة تلميذاً في ملاكوت السماوات يشبه رب بيت يخرج من كنزه كل جديد وقديم ولما أتم يسوع هذه الأمثال ذهب من هناك وعاد إلى بلده وأخذ يعلم في مجمعهم فتعجبوا وتساءلوا من أين له هذه الحكمة وتلك المعجزات؟ أما هو ابن النجار؟ أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذة؟ أما جميع أخواته عندنا؟ فمن أين له كل هذا؟ ورفضوه فقال لهم يسوع لا نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبيته وما صنع هناك كثيراً من المعجزات لعدم إيمانهم به موسيقى موسيقى